اشتركوا في القناة وتتمان للوصفات السريعة اللي هي عبارة عن ديتوكسات أو مواد لسد شهية فهذا السؤال هذا كيتكرر عني بزاف بالنسبة للمواد سد أو قفل شهية كين للناس الشهية ديروا مفتوحة خاصة مع البرد وكيبقوا يأكلوا بزاف عطينها غير المكلة وفي الخار كيخرج شاكي القرصم واحد الكرش كبيرة واحد جناب كبار فنحاول ندير واحد الوصفات بسيطة لغا تساعدنا أننا نحكموا في شهية دينا ونسدوها وأيضا تعلينا معدلات الحرق في الجسم دينا وتعمل على تفتيت الدهون المتواجدة في كل المناطق اللي صعبة بحال البطن بحال ذراعين بحال جوانب بحال خسر هناك عدة مناطق تتأثر بالسمنة وتتأثر بأيضا الدهون سمحوا لي على الإزعاج المتواجد على الخارج الآن بالنسبة اليوم سنديروا واحد الوصفة ترفع من معدل الحرق وناسفة للشهلية يعني أننا إذا أخذنا هذه الوصفة تقولوا بيها ما عديش تبقوا مع هذا البرد هذا غدي يدفعوا ما عديش تبقوا تفكروا نهائيا في الأكل مكوناتها بسيطة جدا هي عبارة عن شاي ممكن أننا نشربوه مع الصبح طبيعة الحرق ننفقوا ممكن أننا نشربوه بعض الأكل بساعتين فأنا كنفضل أننا نشربوها الصبح لأن ما فيهاش مواد ليسعبة بالنسبة للمعيدة أو القولون فأصباح إلي ما كناش ناخدو شي فطور تقيل نشربوها هيا ونقلت له حتى لديك الوحدة إلي كنا دير صيام المتقطع يكون أفضل ونقلت له حتى الوحدة والجوج وناخدو الغداء دينا يكون قليل النشويات كيف نقول وقليل الدهنيات النتيجة غتكون هائلة جدا وغتلاحظوا أن خسارة الوزنة غتكون كبيرة عندكم لأن وصفة تستشهية فأيضا تعمل على حرق ديك الدهون اللي ديجا مخبية ومستوكية عندكم طريقة ديالها سهلة ونديوها مع بعضياتنا ولكن قبل ذلك نمرو للمقادير أو مقادير الوصفة مقادير الوصفة هي عبارة عن نصف تفاحة خضراء نصف تفاحة خضراء ضروري يكون تفاحة الأخضر للبناس ليس تفاحة الأحمر لأنه مليئ بالسكريات أكثر من الأخضر فكنت نطلق تفاحة الأخضر وعنده نتائج هائلة في خسارة الوزن ورفع معدلات الحرق عندنا الزنجبيل فولا إذا كان عندنا الزنجبيل تري سنأخذ منه 1 سنتيم يعني قد هكا سنتيم ديال المستار سنتيم صغير إلا ما كانش عندنا فإحنا غدي نأخذ ربع ملاقة من الزنجبيل البودرة دون كيف قلت إلا كان عندنا الزنجبيل تري قدي نأخذ منه 1 سنتيم ونحكوه ولا نقطع قطعة صغيرة ما كانش عندنا غنأخذ ربع وشوفوا الملاقة قداش غير من الزنجبيل ملعقة صغيرة جدا اللي كان نحركو بها القهيوة هذيك هي اللي كانستعملو مش لاموية اللي كان نأكلو بها لسالات ولا الكبيرة قاعد ديال الحريرة وهاد لديك صغيرة قاعد نأخذ ربع ملاقة ولا كان نأخذ 1 سنتيم ديال الجنجبيل وكان نحكوه ثم عندنا عويدات ديال القرفة حكا تشوفوا معايا أقربهم لكم عويدات حك عندي عويدات صغار حكا تشوفوا معايا اخذوا معايا صغيرا وعنى هذا غير ما اسمي عويدات ديال القرفة ما تنفرش عندنا لابدات ديال القرفة ايضا نأخذوا رأس ملعقة صغيرة جدا من بودرة القرفة وليا والشاي عندنا ملعقة من الشاي العادي الشاي الأخضر اللي كان عمرو به باش كنفصيه تاليكم سينو البناسة ديال المنسبة بوك نوري لكم واحد الشاي ليس اشهار بطبيعة الحالي انكم تعرفوا قناتي صغيرة ولا اقوموا بالاشهارات كان هذا الشاي هذا كنت شفتو في بيم وشفتو ايضا لقيتو ايضا بحال مغجان انا هذا اخذته من مغجان وكنت قبل من اخذته من بيم اعجبني بزاف في جوج تركيبات طبيعا فيها افك سكر وهذا غزال بزاف شي اخضر بالنعناع سريع التحضير غزال بزاف هذا الشاي هذا جبني جبني بزاف وكتشم فيه بحالك تشرب ايضا بالنسبة للناس اللي مكيبغوش سكر والناس اللي متبعين حمية غدائية فهذا غزال لهم بحالك تشرب ايضا بالنعناع غزال بزاف غير هو مافيه سكر وفن يعني ناتورال مافيش مواد اضافية ولا مواد حافظة فهو البنات اللي بغيت تشريه وهرا كاين في بيم وكاين في لقون تشوفها سبحال مرجان اصواق السلام افغادية غم شفتوش ما كاين في مرجان وكاين في بيم وهذا ليس اشهار بطبيعة الحالية اننا اللي بيم ولا مرجان غيرتوني شي حاجة ولكن غيرتوني شي حاجة ولا كيف كشفتو جبانس بان لكم هو شي اخضر بالنعناع سريع التحضير كتاخدو منو إلا كان عندكم تاخدو امباكي ساشي ديان الشاي وغادي تقومو بالعملية ولا لما عندوش انا سهلت علي تاخدو شاي الاخضر العادي ولا إذا شنو غادي نديرو على بركتي الله غادي ناخدو ماشي التفاحة كلها ناخدو نصف يالتفاحة ولا نصف تفاحة على فكرة البنات نتائج يالو مضمونة على التجربة يعني ما عارفنا عمري ما عارفتكم شي حاجة فقط من أجل انني نقوم فيديوهات سما عارفين هاد القضية فأنا اعطوكم الحاجة حتى تكون مصميم القلب مصيبة ومقدمة لنبدأ اولا ب أتين نصف ملعقة من الشاي نزيد عليها نصف خضراء نزيد عليها ربع ملعقة من الزنجبيل وإلا لا تفرد قلت الزنجبيل إلا كان عندي فخي أو تعزر ممكن ناخد منه 1 سنتيم نحكو لان قطوة قطعة صغيرة وناخد ربع ملعقة من القرفة أو أعواد القرفة أنا صراحة نفضل أعواد القرفة بش لا تغير ليش أعواد واحدة ربعا أو خمسة وناخد بطبيع الحال ماء مغلي نكون غلياء طبعا ماء طبعا ماء 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 نغطي المشروب قريب المشروب ماء 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 غريب لما طبعا Bra غريب ماء ماء زنجبيل والقرفة اللي درنا طبعا الحال يرجعوا العناصر يبقاوا الداخل ما يتبخرون شانتو ما شفتو كتبدا تسخن هذيك الاناء باش كنا نخطوهم ايبن كيف قلت هذا كافع معدل الحرق كنصف الشهية تشربوه ثلاثة مرات في النهار في اللول يلا تفقوا صبح ايضا ممكن انكم تشربوه بعد الاكل ولكن بساعتين او قبل الوجبة بالنسب ساعة يعني اما قبل الوجبة بالنسب ساعة اما بعد الوجبة بساعتين ثلاث مرات في اليوم رائع جدا الناس اللي عندهم مشكل دي الامراض القلب والشرايين ارتفاع الضغط الدموي الحوامل والمرضعات بطبيعة الحال ممنوع من عمبات تنقيام بأي وصفات ونهائيا يعني ما تقوليش انا ولا ما انا ولا نهائيا المرضعات الحوامل للأطفال الامراض مرضى القلب والشرايين والسكر وارتفاع ضغط الدم ممنوع هذ الوصفات هي للناس الاصحاء وعلى فكرة هذ الوصفات مشي افاضية من عندي هي وصفات لدكاتيرا عندهم مراكز لعلاج وتخصيص وللأمانة العلمية والفكرية فهذا الوصفة بتات هي وصفة من وصفات دكتور عفيفي بطبيعة الحال من اكبر خبراء التخصيص في العالم العربي ومن اكبر مدراء مراكز علاج السمنة وهذا الوصفة مقدمة لكم حتى جربتها طبيعة الحال مشي انا جربوها انا ما محتاجراش نخسر وزني يعني كبير فالحمد لله الوزن ديالي هو هذك فجربوها الناس المسبعين معي اصدقائي صديقاتي عائلتي مدتي اللي تجربة كانت طويلة جدا والنتائج كانت مبهيرة جدا نصحكم انكم جربوها فالوصفات اللي كانت اعطيكم كل عشرة ايام 15 يوم ممكن انكم تقوموا بوصفة فلشان مليئة وان شاء الله ما رح يمكن ان نقدمها نحط وصفات كثيرة فحاولوا 10 ايام اسبوع 15 يوم ماكسيموم على الوصفة وبدلوا دير وصفة اخرى باش النتائج تكون يعني هائلة وسريعة شكرا على طبيب المسبع حتى القاكم في فيديو اخر لكم مني احلى تحية ترجمة نانسي قنقر